وللوقوف على آخر المسجدات بورغان معنا مفتقناة مدين تي في فتح الله بوزيتي نحن هنا بهذا المخيم الذي نصب بمنطقة ويرغان إحدى النقاط المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة كما شهدنا يعني كان هناك فرق كبير بين اليوم الأول الذي حللنا فيه بالمنطقة وبين هذا اليوم فرق كبير يعني من حيث المساعدات التي نشهدها هنا على أرض الواقع فيما يتعلق بالمواد الغدائية المقدمة أيضا تسهيل الحصول على الماء الشروب أيضا المساعدات المتعلقة بالإيواء ومختلف الخيم التي يعني أعطيت لي الأسر من أجل إيواءها الأسر التي تضررت من جراء هذا زلزال وتضررت مساكنها ومنازلها إما بشكل كلي أو بشكل جزئي نأخذ تصريح من إحدى الأسر المكلومة المتضررة والتي فقدت أعضاء وأفرادا من عائلتها سيدي أهلا وسهلا مرحبا بك معنا في ميديان تيفي أولا الحمد لله على سلامتك لأننا عرفنا بأنك أنت مصاب والله يرحم أفراد العائلة ديالك اللي توفوا جراء هذا الزلزال كيفاش كتعيشوا هذا الوضعيات أحنا أخويا ذاك الشي اللي أعطى الله شغان ديرو ذاك الشي اللي أعطى الله هو ذاك الحمد لله كان شكرا بسلطة المحلية رأقومت هي بالواجب ديالها الناس اللي كي ساعتوا الناس هاتوا ما قوموا بالواجب ديالهم الحمد لله ما خصنا خير الحمد لله مشالي يا عمي مشالي يا ولدو مرتوفة في سبيطر دبافل كنيني كران مارسة مسكينة رأيكي دوي وهم زاق عما داروا لي عشي حاجة سبيطر في مراكش اه اه في مراكش كي نفسي فيه في مراكش وحنا عايشين بقد بناتها أو ما حدنا احنا بحال أخواتتنا أو ما حدنا هنا بحال أخواتتنا كيفاش أشتوا اللحظة ديالزالزال واش غاد دير أنا دخلت واحد لبيت واحد اللحظة درت بيا لبيت هكا ويجدت أنا اللي نقتها والحمد لله على وطف الله خلديتها هي ديك اللي مشاد الكنينيك أنا اللي نقتها أنا اللي نقتها كان حفر شي ساعتين جل ما قنا وحلت لها رجليها ضربة بغات تخرج وتهرب بغات تخرج وتهرب وش ديها لبابة رجلها هذي رجل أخر طرمت عليها طورة بديها للدار وليلا يا الله أخو يا ذاك شل الحمد لله على السلام تكون الله يصبركم والله يعودكم إن شاء الله كما تشاهدون يعني وكما يعني أفدتنا به وزارة الداخلية أزيد من 15 ألف أسرى متضررة بإقليم الحوز لوحدة ومن خلال تنقلاتنا بمختلف مناطق المنطقة يعني العديد من الأسر عانت من مأساة حقيقية لكن جاءت هذه المساعدات لتخفف من معاناتهم كما تشاهد الخيام هنا يعني تأوي الأسر التي تضررت منازلها بشكل كلي أو بشكل جزئي ويحاولون يعني العيش بالوسائل الممكنة والمتاحة التي قدمت لهم من أغطية من أفرشة كذلك أواني منزلية من أجل الطبخ بالإضافة للمساعدات الغذائية بمختلف أنواعها وكذلك المساعدات المرتبطة بالأطفال كذلك يعني الأطفال يحتاجون لمساعدات خاصة في هذا الجانب نأخذ تصريح من أحد الساكن هنا الذين يقومون بتهيئ الفضاء المخصص للسكن سيدة كيف شعشتوا الزلزال وكيف شكت عيشوا مع الوطايا؟ سيدة كيف شكت عيشنا؟ أسيد عيشنا أحد الأزمة دباء عبسي جاهز الشي من عند الله وتريب علينا ديور والمصنطة إجازيه بأخير عتنا القواتنا راهزنا هم هم دباء فاشتاكنين والناس بعد النفوس وحادنا دباء تحت الأرض تحت دكشيري تاح توفى لكم الناس من العائلة؟ توفى لنا الناس من العائلة توفى لنا واحد الأخ ووحد ولده ومرتغدى فمساعدت في السبيتان تهلت على جوجة خسرت ووحدة بنت عمت احتهية مات مسكينة ووحدة الشي اللي كان وصلكم المساعدات؟ كي وصلوا للمساعدات لنهيزهم بخير كي يجيوا الناس كي يطلوا علينا وكي يجيبوا لنا المساعدات شو المطالب ديكم؟ المطالب دينا كان طلبوا دباء من الله والمخزن بشوك فالينا انتظر لنا فهذا الشي اللي فاشتكنا ها انتم ودى باكت شوفوا الله يصبركم شكرا سيدي الله يصبركم الله يعودكم يعني السلطات المحلية تسخر جميع أطقمها البشرية كأيضا إمكانتها المادية واللوجستية من أجل إيواء الساكنة هنا بمنطقة ويرغان هذه الجماعة المتضررة التي وقفنا بشكل عن كتاب يعني يوم الأحد المنصرم ويوم السبت المنصرم وشهدنا جهود فرق الإنقاذ والإغاثة في انتشال الضحايا هنا بالدووير المجاورة المنكوبة وهاتية المساعدات تأتي للتخفيف من وطأة الألام لفراق ولفقدان الأقارب وأيضا الألام النفسية جراء الهلع والخوف من جراء الهزة الأرضية القوية التي همت هذا الإقليم النجونة هنا لكل قصته يحاول أن يتأقلم مع هذه الوضعية الجديدة المساعدات تأتي للتخفيف من وطأة الألام التي عاشوها جراء هذا الزلزال نأخذ تصريح من أحد الناجين وأسرته بهذا الإقليم سيدي الحمد للعلى السلام الله يسلم سيدي بارك الله وفكم الله يكبر بكم الله يرحم الوالدين كيف توقعه؟ كيف تأتي لكم العائلة؟ العائلة يأتي في العائلة كل شيء ثمانية ولا سبعة شيء واحدين ثانية تواعدون شيء مهرس الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحن اللي اللي جات من عند الله الحمد لله الحمد لله والناس كتشوف أو يومنا الحمد لله مهرس فالفراج تواعد المحل الزلزال ما هي سبعة دراري تساعد ناس سبعة دراري ومرطي ليلة حمد لله الحمد لله كيف عشتوا للحظة نعم لا تطيع إسم الله واحد استدماء كبيرة 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 ولكن الحمد لله الحمد لله دول البور ويرقان دول البور ويرقان وستدماء نيش ماشي غير استدماء والخوف وواحد الألم ليلا إلا الله محمد رسول الله ليلا الله الله أكبر سبب ركم الله يعودكم كما تشاهدون يعني مشاعر الهلع والخوف ما تزال قائمة وهو يعني ما يبرز دور الأطقم الصحية وكما شاهدنا في نشرة سابقة من المستشفى العسكري الميداني الذي يوجد بالقرب من هذه المنطقة السلطات هناك والأطقم الصحية تركز أيضا على المواكبة النفسية لمختلف الناجين وتسخر إمكانتها من أجل دعمهم نفسيا إلى جانب الدعم اللوجسي وأيضا الدعم الغدائي في هذه اللحظات أسرة يعني تنقلت إلى المنطقة لتوزيع المساعدات من أغطية من ألبسة على السكان الناجين الذين يقتنون حاليا في هذه المخيمات ريثما تجد السلطات حلا لإيواءهم ونعلم أن فصل الشتاء قادم ومعانات هؤلاء تزداد وتتضاعف بفعل الأجواء الباردة والبرد القارس وثلوج تساقطات الثلجية التي تشهدها عادة هذه المنطقة والتي تزيد من المعانات إستغلتنا من المكان من أجل أننا أحاولنا من حينها ونحن نقودنا من أجل والأخينا أننا الأخوات ونحن نقود للإذن لا نقود إلى الله يجبنا كل شيء لأخينا كل شيء ونحن نفرقنا كل شيء ونحن نفرقنا هنا ونفرقنا جميع المعاونة في المكلة هل تبتلوا أن نحن أجل так؟ انظر أنه يريد في معاليا؟ أما المولادية الماكلة ودك شيء الخير موجود إنسان اللي بغي يساعد يساعد بشي حاجة يساعد بشي حاجة بحال تشيط صابوغون شابوان بحالة شيء الإنسان اللي دبا محتاجوا ملابس داخلية دبا شتاجية ودك شيء سبابة سبرديلة جاكيتات مهم هذا والمساعدة ومالي الناس شيء تلبو دباية قاعد الناس ركني شيء أقاليم بقي ما وصل لهم تشي حاجة فرشية الملابس ودك شيء مظاهر التكافل والتضامن معهودة على المغاربة وكما نشاهد وكما شاهدنا طوابير من السيارات وجحافل من السيارات قادمت من مختلف المدن المغربية لتمد يد المساعدة للساكنة التي تضررت هنا بالإقليم وخصوصا مع فصل الشتاء القادم التي تزداد فيه المعاناة